وذمن المدير الجهوي لشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وكالة هذه العملية مؤكداً أن خطط توزيعه ستسعى لاستفادة كافة المساجد والمحاضر في مقاطعات الولاية قد أشرفها السيد الوالي اليوم على بدء توزيع هذه الكمية على الولاية مناصفة على المقاطعات وسيستفيد منها إن شاء الله الكثير من الأئمة وشيوخ المحاضر الكرماء ولا يهوتنا هنا قيمة المصحف الشريف لأنه في الآمنة الأخيرة اكتشف أن هناك خلل في الإملاء وفي التنسيق ومن خصائص هذا المصحف الشريف بأنه منقح وسيتم توزيعه إن شاء الله على الولاية على جميع مقاطعتها في أقرب وقت إن شاء الله